على القاهرة والناس رمضان شهر مشاهدة بالملايين تعالوا أقول لك مشكلة صناعتها نقابة المحامين نعم جي معايا هنا في حلقة من الحلقات سيد نقيب المحامين قبل بيجي معايا كان في القرد اللي هو 170 مليون يورو علشان نعمل 3 مستشفى تمول في نقابة المحامين للمحامين نعم الحقيقة المحامين بدأوا يعملوا هاشتاج أين عقد القرد وما كانش في عقد ظهر للقرد ولما جينا نتناول الموضوع جينا نقيب المحامين معنا في حلقة وقال في قرد قرد 170 مليون يورو هنعمل بيه 3 مستشفيات احنا كنا مستثمر فاشل النهاردة بقينا نجحين في ده واتكلم عن الموضوع تقريبا نحوالي 20 ايه يتكلم عنه نعم فجئنا حلقة اللي فاتت أنا زاعت مكالمة أو محادسة بالمستندات أحد المحامين كان أقام دعوة مجلس الدولة ضد النقابة لبيان حقد القرد راح محاميني النقابة وقالوا ما فيش قرد إزاي جماعة فيش قرد؟ قالوا ما فيش قرد وطلبوا أجل حصل نوع على فكرة الكلام ده بمحادر مستنئة محادر جلسات متابع متابع راحوا بعد كده قالوا لا أصل مجلس النقابة لم يعرض عليه أي عقد للقرد حيز أعرف بقى حقيقة الموضوع ايه لا هو بص حضرتك فيما يتعلق بأنا أنا لا أطلق عليه تسمية القرد أولا موسيقى لأنه الذي صنعه هاذي الاشكالية هو المسمى عندما أعلنه أطلق طب إيه المسمى اللي حضرتك شايفه؟ أنا بقول إن هزا مستثمر بيشتغل بيستثمر فلوسه داخل مصر بإسم بيشتغل بيستثمر بإسم نقابة المحامين أنا القرد ده عقد بس انا عملت علامة استفانة ازاي؟ يعني هي مستثمر بيستغلوا ما انا هقول لها حضرتك مس اديني فرصة اديني فرصة اكمل القرد عقد له شروط وله اتزامات بين الطرفين هذه الشروط وهذه الاتزامات للمقرض بيفرض شروط وللمقترض بيقدم ضمانات حضرتك هذا المشروع نقابة المحامين لم تقدم سمة ضمان والضمان اللي المفروض يقدم لأي قرد ان انا برهن ارض بقدم له ضمان بقدم له خطاب ضمان بقدم له فلوس نقابة المحامين لم تقدم وهذه هي الحقيقة اللي معرفناش نوصلها للمحامين معرفناش نوصل المحامين يا جماعة اموال نقابة المحامين السائلة المنقولة العقارات المملوكة لنقابة المحامين لن تمس بمجب الاخير من قالي الكلام ده بس سمي قرد هو المسمى بتاعه والعنوان العقد عقد قرد انما انما انا بقول في حقيقته هو مش ليس كل انت احنا اتعلمنا في المحكمة انك انت بتقيم صحيفة الدعوة وتسميها دعوة عدم اعتداد مثلا فتيجي المحكمة تقول والله لا هي وصفة هذه الدعوة من اتعرض يعني يعني التكييف القانوني انا تكييف ولا مش قرد انا تكييف القانوني انه لا يعد في حكم الاقتراب لانه انا مش شاقط حاجة احطها في صندوق النقابة واصرفها في صندوق النقابة ده احنا متعقدين معها طب اقدر اسميها شراكة مسلا يعني يعني ممكن تقول عليها شراك 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 اللي بيسموه البيو اي تي يعني واحد جاي يبني مول الحقيقة اللي لازم الناس تعرفها ان الفلوس دي هتدخل لوزارة الانتاج الحربي وزارة الانتاج الحربي هتجيب مستثمر هيبني هذا المشروع هيقدم ضمان للجهة اللي هي بتصرف الفلوس ينتهي المشروع تقوم وزارة الانتاج الحربي بيجايبة شركة ادارة تدير هذا المشروع شريطة ان اموال هذه الانتاج تكفي لسداد اااااا الاخصات القرد بعد انتهاء هذه الاخصات الله ما تلع اسمه قرد اهو ايوه ما هدا المسمى اللي موجود في الورق المسمى اللي موجود في الورق بسي اللي بي كلمك بالقانون طب فين قدت